أن تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها شقد عمر الإنسان عادة؟ ثمانين سنة؟ تسعين سنة؟ مئة سنة؟ نوادر؟ زين هذا الإنسان تشوفه من الصبح يطلع لكسب المعاشي في هذه الدنيا على الأقل يعمل ست ساعات وهذا مطلوب منه طلب المعاش والكسب الحلال مطلوب من الإنسان وما لازم يكون الإنسان متواكلا وعالة على غيره الحالة الطبيعية أن أكثر الناس يعملون لكسب معاشهم بما لا يقل في العادة عن ست ساعات في اليوم إذا مؤكثر من هذا زين هذا يعمل ست ساعات في اليوم لأجل معاشه في هذه الدنيا التي لن يكون فيها أكثر من ثمانين سنة وتسعين سنة لتلك الدار التي سوف يبقى فيها ملايين السنين شقد لازم يشتغل؟ على الأقل بمقدار هذه ست ساعات هالصوب ست ساعات ذاك الصوب أما أن يكتفي بمقدار هالصلاة الواجبة اللي كلها في بعض الأحيان ما تتجاوز أربعين دقيقة في كل اليوم زين ويقتصر عليها ويشوف نفسه مسوي شيء مهم وكبير لا يا أخي ليس الأمر هكذا هذا ليس من العلم شقد في هذه الدنيا أنت تبقى يقول لك أمير المؤمنين اشتغل بمقدارها ترايح الآن لنفترض عطلة جاية راح تروح إلى مكان تدري أنه تبقى فيه أسبوع زمان أسبوع زمان تأخذ إليك مقدار من المال يتناسب ويا الأسبوع ومقدار من الثياب يتناسب ويا الأسبوع أما إذا تريد اتهاجر تقول أنا رايح إلى الدراسة في المكان الفلاني سنتين وثلاث سنوات يختلف الأمر تستعد بملابس أكثر بأموال أكثر ليش لأن فترة بقاءك أكثر هنا في هذه الدنيا أنت لا تبقى أكثر من هالمقدار هذا حتى هذا التعبير اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا إن شاء الله إذا صار فد ليلة من الليالي مناسبة أكو الفهم المعروف إليه وهو كأنك تعيش إلى الأبد وأكو فهم آخر إليه يعني لا تصير حريص على الدنيا عندك فرصة طويلة وعندك مجال كبير لا تتقاتل علشان هذا ما بيروح عليك ما بيشرد من عندك طيب هذا يحتاج إلى تفصيل في الحديث وأن تعمل في الدنيا بقدر عمرك فيها حتى كلمة عمرها اختيار الإمام عليه السلام دقيق جدا هنا اختار كلمة عمر هناك اختار بقاء كأنما هنا فترة مطلوب من الإنسان أن يعمر شيئا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله هل فترة الزمنية أعطيت لك لكي تعمر شيئا طيب لكن هناك فترة بقاء والبقاء يعني الخلود فمن هنا يقول لك بقدر عمرك فيها اللي هو بالكثير سبعين سنة ثمانين سنة تسعين سنة أقل أكثر اشتغل جيد جزاك الله خير اصرف على أهلك انفق عليهم كن جوادا وسخيا معهم اعمل لكسب الحلال حتى عندما تسأل يكون جوابك واضحا من أين اكتسبه وفيما انفقه هذا سويه بس خلي عندك معادلة ثانية وهي واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها